لم يختلف حاضر حكومة عادل عبد المهدي عن ماضي سابقاتها أزمة تعلو أزمة ونكسة تتلو الأخرى كشفت بمجملها واقعا سياسيا متأزما لطالما حاولت أركانه المواربة بشأنه ومن دون مواربة أيضا يقول معارض العملية السياسية في العراق إن لا سبيل لإصلاح الخطأ إن بني على باطل بينما يخرج السؤال الكبير من فم الساسة أنفسهم كيف سيكون أداء حكومة أصفت بها الأزمات قبل اكتمالها أكثر من سبعة أشهر مرت على الانتخابات البرلمانية وأزمة تشكيل الحكومة تدور بحلقة من اللحل على الأقل هذا ما أقر به النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي الذي قال إن استكمال التشكيلة الحكومية قد يؤجل للفصل التشريعي المقبل لغياب أي ملامح لانفراج الأزمة مؤكدا أن بقاء أربع وزارات دون حسم سيكون له أثر سلبي على عمل الحكومة لعدة مرات تأجل التصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة فاختلال النصاب وانسحاب كتل سياسية من الجلسات بات أمرا طبيعيا في البرلمان قد يأخذ العراق نحو المجهول بحسب النائب عبد عون علاوي الذي قال إن جلسات البرلمان تأجلت بسبب عدم اكتمال النصاب داعيا النواب إلى الالتزام باليمين الدستوري وحضور الجلسات لكن هذا الأمر نفته النائب عن تحالف البناء ميثاق الحامدي التي أكدت تحقق النصاب وأن فشل البرلمان في عقد جلسته يوم الاثنين سببه استقبال الوفود الأجنبية وصفة التأجيلة بالأمر المفاجئ محاولات إكمال التشكيلة الحكومية جاءت بعد فشل المفاوضات لتمرير مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض على حد قول النائب محمد البلداوي الذي أشار إلى عدة مقترحات لحل الأزمة منها أن يكون الوزير من كتله ووكيله من كتلة أخرى إلا أن تلك المقترحات رفضت كما فشل أيضا مقترح التصويت السري على المرشحين الظاهر من المشهد بناء على الوقائع والشهادات أن حل الأزمة لا يكون إلا بإبرام الفرقاء السياسيين صفقة ترضي جميع الأطراف ولعل بوادرها حديث النائب همام علي عن اتفاق بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتأجيل استكمال تشكيلة الحكومية لحين الوصول إلى اتفاق سياسي على أسماء المرشحين ترجمة نانسي قنقر